اهلا بحضراتكم من جديد عزائي المشاهدين برحب ضيفي العزيز مهندس حسام الزناتي مدير ادارة لجمة المسابقات السابق الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الرياضي الحالي لنادي الجونة حسام مسأل فل عليك شو بير مسأل فل عامل ليه؟ الحمد لله زيادة تعملت خصي كل يوم كده ليه؟ شغلة بقى ادنه اصعب الجونة ولا اتحاد الكورة؟ اه حاجة تستغرب بس الجونة يا اه اصعب كتير معقولة؟ اه ده لك يعني المنتظر الاجابة طبعا مش محتاجة كابتن سؤال اتحاد الكورة لا لا خالص ليه؟ الجونة اصعب كتير النتيجة مش مش مضمونة طبعا بالتالي الضغط نفسي اه ايو يعني في الاتحاد انا عارف في الاخر الدوري هيكمل اه ممكن يتأخر يحصل ظروف ماتشوت تتأجل بس في الاخر هيخلص هيخلص المسلم هيخلص في الجونة انت مش عارف تتوقع ايه بتلعب كل ماتشو مش عارف انت مستني صحيح اه وطبعا يعني مسؤول بقى عن 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 مشروع كامل قدام الناس يعني النتائج في وشك المصاريف كل حاجة فيعني لا ضغط اكبر بكتير يعني طب حرجع تاني المضوع الجوار المهم بس انت قلتلي كلمة مهمة السنة اللي فاتك بتعرف ان الدوري هيكمل رغم ان مصر كلك بتقوله الدوري مش هيكمل السنة اللي فاتت كان عندك يقيم من ان الدوري هيكمل دا ما كانش عندي شك المجموعة الموجودة كانت يعني من اول يوم انا كنت اخد مساحة كاملة ودعمة كامل وكنا متفقين انه مش هيحصل تأجيلات الا في حالات معينة يعني وعددناها في في اول الموسم في القرع اه ما كانش عندي شك واحد فيما انه هيكمل يعني اه كان ممكن يحصل تأخير بعيدا عن الكورونا اه ممكن يحصل تأخير لزروف اه يعني زروف امنية او اي كان بس في الاخر هيكمل هيكمل يعني اه ما كانش عندي شك يعني يتأخر بقى اسبوع يتأخر اسبوعين يخلص بدري حسب الفرق هتخرج هتخرج امتا في الفرق بس الامور يعني ما كانش فيه شك انه هيخلص هيخلص يعني مع اللي حصل من الكورونا توقف حوالي خمس شهور خمس شهور جالك شك انه الدوري ممكن ما يكملش اه طبعا لا في اللحظات اه كان عندي شكوك لان احنا كنا في جائحة ما حدش عارف اه 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 بس اه لما الامور كتلاكت تتضح يعني مع قرار اه سيد رئيس الوزر يعني بعودة النشاط خلاص ما ما كنتش قلان يعني اه ضغط المباريات شكوى الاندية اه كنت بتتعامل معها ازاي اصابات الكورونا مع الفرق كنت بتتعامل معها ازاي والله يا كابتن الناس كلها كانت كانت متعاونة ومتجاوبة الناس كلها جربت القعدة في البيت شكلها عامل ازاي اه خمس شهور من غير كورة الناس كان عندها استعادلات مش كانت في ناس ضد يعني انتو لما عملتو كتماع في اتحاد الكورة كان 18 فريق اربعتاشر مش عايزين الدوري يكمل واربعة ومع ذلك كملتوه بالنجاح ده في ناس ما كانتش عايزة تكمل لاعتبرات اه اخرى يعني حاجات اه امور تتعلق بالماديات والحاجات دي اه مش لضغط الماتشوات والحاجات دي يعني ضغط الماتشوات في الاخر احنا الموضوع ما كانش ملغوط قوي كان ملغوط اكتر على الاهل والزمالك عشان نوصلوا الادوار النهائية ووصلوا الادوار النهائية في افريقيا بس غير كده يعني الامور كالطبيعية عم نلعب كل اربعة ايام زي ما بنلعب بالوقت على فكرة موضوع ما مش مختلف في حاجة اه طيب ده السنة اللي فاتت وخليني برضه اسألك اصعب الاوقات بعد عوده الدوري بالنسبة لحسام الزناتي مدير ادارة المسابقات كانت امتى وازاي وليه وإيه اللي حصل فيه اصعب وقت كان الفترة اللي قبل السامي فاينل بتاع افريقيا الفترة اللي هي الاتحاد الافريقي غير فيها الموعيد اه اه وما كانش فيه رؤية واضحة للمعاد الجديد والمعاد الجديد حتى بعد اما عملوا الاجتماع في حضور المندوبي الاندية اه دونيا ما كانش واضحة يا سعد قالك الاهل يوم سبعتاشر والزمالك تمنتاشر يعني رجع وقال له لا العكس فعملت لغط كبير جدا وكناش فاهمين يعني يعني الامور كتت اسهل من كده بكتير بس اتعقدت يعني في الفترة دي فدي كتت اصعب فترة اه بس غير كده الدنيا امتالي كتتماشي بس جالك مواقف صعبة يعني مثلا اه الاهل يوم زمالك السوبر في الامارات والنجاح الكبير في تنظيم اللقاء اه خلينا اقف معك في النقطة دي المهمة شوية لانه بعدها حدثت احداث وانت مدير ادارة المسابقة انت كان معك ادارة اه كان في ادارة مين نفس الادارة الموجودة حاج سيد بخيط لأ بس كان معك ناس كمان كان في ياسر وكان في اه 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 بس دول المسؤولين عن الدرجات الادنى كان ياسر رفضت حالك كامل اه اه بزبط كل دول اه بس حضراك اللي بتدير الادارة كلها من اولها لاخرها بزبط وبتعمل اجتماع معهم كلهم من اه اه كل واحد كان مسؤول عن ملف معين اه وبي ريبورت كنا شغالين يعني بشكل مؤسسي حضراك مدير الادارة معك الاستاذ سيد بخيط بزبط الاستاذ ناصر فراج بزبط بالنسبة الدور الممتاز بزبط لأ وفي كان في ناس تاني اه 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 احمد سيد ابراهيم صروت اه كان مسؤول عن الامور التقنية اه اه الصلاة كان اه ابراهيم حلمي النسائية كان اه محمد حلمي رحمة الله عليه اه 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 وهكذا الدرجة التالتة كان اه ياسر اه رقفة اه مع حفز الالقاب يعني الدرجة التانية كان خالد كامل ومعها محمد اه محمد احمد فكل واحد كان مسؤول عن عن الفايل بتاعه وبي ريبورت في الاخر للمدير الادارة يعني لحضرتك بزبط وفي الاخر بتعلن القرارات بزبط كده بزبط قرارات كلها كانت يعني بقى فيها تأني وتروي يعني خلينا مسلا ناخد احداث السوبر ودي اللي عملت ولا عليكو لكنه ما كنتوش انتو المسؤولين عن القرارات كتل الانضباط مش كده بزبط كنتو موزعينها ازاي هو يعني احنا كنا شغلين بشكل مؤسسي كان فيه منهجية في 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 ادارة الامور من اول يوم اه ما تعاينت اه ادارة المسابقات وتعاينت اه لجنة الانضباط اعادنا مع بعض وعملنا يعني فض اختصاصات يعني الانضباط منوط وكذا عادتوا مع بعض اعادنا مع بعض مستشار سيد بن داي طبعا وكتب احضر معهم الجلسات شخصية متجاوبا مستشار سيد جدا 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 رغي المحترم جدا وامستشار يعني ما ممش ملوش اي توجه ملوش اي مصلحة خالص اه لا بيشتغل اه يعني والمصطرة واحدة اه ممكن نختلف اختلفت لا يعني لا ممكن نختلف في طبيعة تقدير المخالفات طبعا ما بلاك اختلفت بس في الاخر في الاخر المصطرة واحدة اه اه فلا شخصية محترم كنتب احضر معهم بعض اجتماعاتنا انضباط. كان بيستدعيك ولا حضرات كلك بتطلب تحضر. لا احنا كانت العلاقة يعني. اه تسمح. اه العلاقة كانت اخوية يعني فكان هو بيسمعلي يعني كان بي كان بيحب ياخد رأيه. طبعا انا مكنش بتدخل يعني. اه. هاوقات كنت اقول وانا انا وجهة نظر يعني دي تستدعي كزا دي تستدعي. اه. اه. وطبعا هو كان بيشوف اللي هو يعني اللي هو بيقدره يعني كان بيحكم وكان معاه لجنة ما كانش للوحدة. لجنة خمسة ما شاء الله كلهم استشارين يعني. اه. ناس محترمة جدا. افاضل. جدا. طيب خليني برضو اسألك برضو ماتش السوبر. او العقوبات التقيلة يعني. عندك اتحاد او لجنة خمسية استاذ عمر الجناني ومعاه جافزة كورة عبدالله وفضله ورجل استاذ ادارة دكتور جمال واحدة رئيسة نادي دكتورة اه صحر. وحضرك موجود في ادارة المسابقات وستة المستشار سيد بنداري في لجنة الانضبط. تعال نعيش كده قصة السوبر العقوبات تدخل الاتحاد كان عامل ازاي فيها اه اي حد من الاسماء اللي انا قلتها انت كان دورك ايه اه اه القرار كان بيطلع ازاي او طلع ازاي. اه طيب انا كنت منصق عام المباراة وكان في مراقب المباراة لحاج سيد بخيت. كويس. اه. والحكم كان سيفين اوتفار النرويجي. اه. فاحنا مش هنا في في التسلسل الطبيعي. بعد الماتش ما خلص اللي حكم كتب تقريره. اه الاستاذ سيد بخيت بصفت ومرايب الماتش كتب تقريره. انا منصق عام كتبت تقريب. كويس. كتبت اللي انا شفته في في الملعب. انا مش شفش طبعا اللوقاعة كلها لانه حاج شفت اه يعني الملعب كان اه يعني في كل حتة كان فيه مشاكل. ريسة. ريسة. فاللي عينك بتجيبه بس. ما تجيبش كلها. اه. 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 فالماتش كان يوم شرين فبراير. انا صفري كان بعد الماتش اجلته يوم. ورحت اه. القناة تاعت ابو ظابي خدت الشريت تاع الماتش. اه. عشان اه لما ارجع اعرضه على لجنة الانضباط ويقدروا يشوفوا الاحداث كلها. اه. اه. حصلت الشريت وحصلت اه تسجيل فيلمي من اه. اه. عربية الفار. اه. كلين فيد. الماتش. حال. المتسجل. من غير بقى اللجوهات بتاعت القناة والحاجات. اه. الاشارة النقاية يعني من 16 زاوية. اه. 16 زاوية. اه. زاوية ورق جون ده ورق جون ده في الاركان في الكاميرا الرئيسية. حال. فالاحداث اللي هي مدتها تقريبا ست دقايق متصورة من 16 كاميرا. فستة في 16. اه. يعني فرجعت مصر سلمت الانضباط ال ال اجتمعت مع 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 اللجنة سلمتهم التقارير كاملة. اه. تقاريري وتقارير حكم وتقارير السيد سيد بخيط بصفة المرائب. اه. والشريت المادة في المية بتاعت المادة. 96 دقيقة. اه. تفرجوا عليها كاملة. كانت كانت جلسة مطولة يعني. يعني عادوا يمكن اه. مش عايزة بالغ بس يمكن عشر ساعات. ايه. اه اه اه. اه. اه اه. اه اه اه. كتتجلسة مطولة يعني. اه. اه. وبعدين اه. اخذوا العقابات. مدى تدخل ادارة الاتحاد هنا بتكلم على استاذ عمري الجناني وباقي مجلس الاداري. صفر. 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 يجد او اللي متحذر? ده ده اللي انا عيشته يعني اه. يعني يمكن يعني اه. مستشار سيد بندري قال لنفس الكلمة. قال لي صفر. صفر. اه. على فكرة مش في المطش ده يعني اه. على مدار الموسم يعني. لان فيها فيها اقوات حتى كان بتطلع من عندنا. اه. من المسابقات اه مباشرة يعني. اه صفر. يعني انا بيعرفوا عنها من ال اه. مع انك علاقتك بيه ممتازة. جدا جدا. اه. وفضل اللي امرشحك. وفضل اللي امرشحك. طب ما كانش بيسألك يقول لك العقوبة ايه او القرار ايه. لا ايه حاجة. كان بيعرف القرار من على الصفحة بتاعة الاتحاد او. اه والله. اه. انا قلت الكلم ده قبل كده وهقول له في اي مرة هتكلم فيها. صفر. اه. سواء عقوبة تخص اهلي تخص زمالك تخص اينادي. ولا حد كان حتى بيسأل بعد ما ااخد القرار حتى القرار ايه. بيعرفو زي وزي اهم زي الناس. محدش منهم كان بيعاد بكقول لك طب احسان بس قول لنا عشان محصلش ثورة في الرأي العام. خالص. 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 هي الناس كانت اه وثقفية. وكتواخد المساحة الكاملة والصلاحيات الكاملة. اه. فضوء المنطقي يعني. اه. مش حاجات زيادة يعني. اه. اه. والامور كتماشية. اه. كان في دعم لاي قرار. اه. كانوا شايفين انه انه يعني مفيش توجه ولا في. اه. اه. يعني ولا محابيل حد. يعني الامور كتماشية المستركة واحدة. فما كانوش قلقانين من حاجة يعني. لما جي المهندس مازن ولو كل احترام. خد شوية من اخصصات لجنة الانضباط حطها للمسابقات. وما استند اليه الاهلي في اعتراضه على هذه الاقوبة وتظلمه. اه. واللي اتاخد تقريبا بيولوسي. هكلمك في ده. لانه مهم. اه. هو انه دي مش اخصصات لجنة المسابقات. او ادارة المسابقات. شايف انه اه. كان من الافضل ان الامور تستمر زي ما كانت اه. ما بعد المباراة والحاجات اللي انت كنت اه. سايبها لجنة الانضباط. كان ممكن هيخلي القرار افضل شوية. عدم تدخل ادارة الاتحاد في القرار. كان ممكن يخلي الامور افضل شوية. لانه برضو هكلم معك. فياقوبة شناوي وتخفيفها واقوبة ودي وتخفيفها كمان. بصحيك يا مدارس. يعني اه. بشواندس مازن اه. اولا هو اللي فاضل علي برضو فحابب اشكوره يعني لو كان بيسمعنا. اه. هو هو ليه مدرسة معاينة وبيحب يبقى اه كل الادارات اللي بتخدم على المسابقات اه تحته. اه. 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 فدي مدرسة. الموضوع فيوش صح وغلط يا طرق في الادارة يعني. فدي مدرسة. انا انا يعني يعني ارتحت اكتر في في الطريقة التانية. انا بقى انا بقتنع بالاختصاصات يعني. محابش حد يبقى. وما بقولش ان ده صح. بس انا انا باشتغل كده. محابش ان حد يبقى هو المسؤول عن كل حاجة. طبعا. فاحنا كنا بنشتغل. لا هو ده الصح في الادارة. بزبط هيك. طول ما انت اعتملك كل شيء هتخسر كل شيء. هيكت حلقات. نعم. وكان فيه تناغم ما بيننا ما بين المسابقات ما بين لجنة الحكام. اه حتى مع الحسابات كانوا كانوا معانا في في العقوبات او الحاجات دي. يعني كان فيه كان فيه طريقة عمل متفق عليها من اول يوم ومشيين بيها. اه فانا انا كنت انا كنت شغال بالطريقة دي يعني. بش مانس مازين كان عنده اه فكر مختلف. باحترمه جدا جدا يعني. اه وتاني ما فيهاش صحة وغلط يعني. لكنها مدارس. 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 ورؤة زي ما تقريبا كنا نسيناها. قولي لي تاريخ عقوبة محمود ودي كان قامت يا جماعة. لانه ده مهم جدا. واخد ثمان مباريات. واعتقد ساعتها نادي بيرامدز قدم تظلم. ومعرفش النظر فيه. لا عشان بس انا بحب اقول الاخبار يعني موثقة. يعني هجيب لك تاريخ اه عقوبة محمود ودي. اه ثم النهاردة فجئنا انها بتتخفض من تمانية الاربعة. والشناوي مبارح اربعة. والنهاردة مباراة. يعني هل فيها ربط مبارات بيرامدز. اه هل فيها تسرع فيه. اصلنا واضح يعني. هل فيها تسرع في اتخاذ القرار. هل هو قرار احادي يعني. معلش لازم تفاهمني يعني. طبعا كنت في المكان ده قبل كده. انا كنت في المكان والله جابت شوير بس لو حكت عافيني من السؤال ده ان هم زملاء سابقين يعني فانا. لا انا بس السؤال بس. السؤال نهاردة كم نهاردة عشرين يناير. تمام. عقوبة ودي من خمسة يناير. يعني داوديان مش ودي واحد يعني. يعني. انا بحبه جدا. طبعا. سعيد جدا اللعبة تبقى في الملعب. طبعا. وسعيد ان العقوبة تخفضت وكل حاجة. بس يعني بعد خمستاشر يوم. اه. وبعد ما لعب كم ماتش يا جماعة قلونا. يعني بعد ما لعب ازن يعني بعد ما فات تلات ماتشات على العقوبة. بتيجي اللجنة. ده السؤال. انا بص خريباك. انا بحب جدا سيد استاذ ساد بخيطه استاذ ناصر فراج. طبعا. 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 لكن هم مع كل الاحترام يعني. انا عارف ان هم ناس اه اه موظفين محترمين داخل الادارة يعني. فما كانش عندهم يعني مش هما اللي بيديروا من غير زعل. والله العظيم بقولك بحترمهم ودائما بتكلم عنهم كويس يعني. بس لازم تشرح لي. انا انا معرفش التسلسل او او الامور دلوقتي احنا احنا كان العقوبة بتصدر النادي بيتظلم قدام لجنة معينة. يعني كان فيه تسلسل معين للاحداث. انا معرفش دلوقتي الوضع ايه ومعرفش تظلم امتى موارد دي يكون العقوبة طلعت يوم خامس سبس. لا ده ثلاث ماتشات اتلعبه. انا معرفش. والماتش الرابع جاي يبقى خلاص هو يبقى يلعب الاهلي يبقى سيب وانا سيب ودي يلعب قدام الاهلي والشدي يلعب قدام فيرامنز. لا يعني انا صراحة يعني عشان احكم على على القرار او كده لازم تبقى المواطرات كلها قدامي. المواطرات كلها عندك كنت عارفة لكن انا مش عايز احرجك. خليني اخرج منك او معاك من الملف اللي ده متقيل ده. بس كان لازم لان حسام كان موجود وكان شاد وحط نظام وتهاجم. وانا كنت اول ما انتخذوا هنا الحياة اكتر من مرة. قلت له الكلام ده تلفونيا. اصلا. على فكرة لحد ما تكلمنا والتقينا وا 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 وا. وعلى الهوى قدمت له كل اللي احترام وكل الشكر. لانه الواجب كده لما تبقى حاسي ان وجهت نظرك ما كانتش صحيحة. فيش ما اه ما يمنع ابدا انك تصححها وتدر الشخص حقا. خليني اروح لفاصل وارجع تاني في حوار ساخن مع حسان الزماني. يلا بنا بقى عمنا على موضوع الجونة احكي لي القصة رجعت تاني من زمان اه من تاني ازاي. اه انا كنت احد قرار ان انا يعني هستقيم الاتحاد نهاية الموسم. ليه بقى? اه. انت استقلت في وجود اه عمره وفضله وكلهم حبايبك يعني. اه. اكت مفاجأة برضو بالنسبة للناس. بس انا احنا كنا متفقين على السيناريو ده من عارف حاك الخروج الامن انا كنت افكر من اول يوم حاك اكتر عارف. ده الخروج المحترم الامن ده بتبقى خايف. لا يعني ده قصد ان انا من اول يوم وكل اللي بفكر فيه انا عايز امشي بشكل كويس. اه. حاك عارف الاتحاد ولاي الاول ما حد بيخش وبيمشي. نعم. يعني اه بشكل كويس. لازم تتجرح. اه. فبعد الموسم ما عدى يعني او بعد ما وصلنا الاسابيع الاربعة الاخيرة. اه. وخلاص تضحت الرؤية ان الموسم هيخلص اخر الشهر. اه. اتكلمت مع سوز عمره ومع فضل. بتلهم يعني واحد وتلاتين كان اخر ما تشجيش والاهل. الحاكم هيصفة. لا الكاس. لا الدوري. الدوري. اه. اللي هو المؤمن كان موجود فيه. ايو تماما. بتلهم ايوم واحد وتلاتين حاكم هيصفة. مشي تقبل الكاس. مشي تقبل الكاس. اه. بس كنت حطت جدوى الكاس كل حاجة. اه. كنت حطه بس حصل تعديل من تحاد افريقيا اللي هو حاجة تفتكر. اه. في معاد ماتش زمايك والرجاء. فالامور والنهاية طرحة لسالة عشرين. نعم. فحصل تغييرات. انا ما انا مكنش بقى جزء من من التعديلات في جدوى الكاس يعني. اه. بس فبالتزامن يعني مع 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 نهاية مدتي في الاتحاد اه. اه. كانت الشركة المسؤولة عن ادارة نادي الجنة كان العقد بتاعها بينتهي. فاااا. تواصل مع اي يعني الكزا حدة من مجدس ادارة. ام. انا كنت موجود في النادي يعني. اه. قبل كده فهم يعرفوني شخصيا. ام. فترجع ودت لهم ده بيت يعني. اه بس. واشي تلقصة يعني. قررت الخروج بقا ساعتها من اتحاد كرة القدم المصري. انت كنت اصلا مع نادر شوقي. اه. والفكرة بتاعت الجونة اه كانت فكرتك ولا كانت فكرة نادر. لا هي مش فكرة هو مشروعة. فكرة ان انتو تديروا المشروع. اه. انا عارف ان الجونة موجود. فكرة. اه. ان انتو تروحوا تديروا اه الجونة. اه. يعني او لما تعرضت تعرضت على نادر الاول. اه طبعا. طبعا. نادر عرضها عليك او ناقشها معاك. احنا كنا شركة احنا كنا شركة اه ادارة منشآت وتسويق العيبين وما الايه يعني. اه. نادر كان للتقى بخالد بشارة تانية عليه رحمة الله يعني. اه. وسعيدة النادي كان في الدرجة التانية وكان المقابلة الموضوع المقابلة يعني كان ان عايزين يشغلوا الفاسيليتيز بتاعة النادي. منشآت النادي. فعايزين يعملوا كامبس للسكاوتينج كامبس وحاجات زي كده. اه. فاتفتح الموضوع طب ليه ما تاخدوش النادي. فبطاليا نشتغل على على خمس سنين. النادي ده هيبقى فين خلال خمس سنين. كوائس. باهداف بمالسون. اشتغلت معهم في الدرجة التانية. اه اه. كويس. لحد ما ساعدتم. لحد ما ساعدتم. والسنة الاولى في الدوري الممتاز وبعدين آآ راحت الاتحاد. يعني فيه سنة بس اللي وقعت مني يعني. السنة اللي هي فاتت. السنة اللي فاتت. اه. قابل كده السنتين اللي قابل كده انا كنت موجود في النادي يعني. حلو. لما جيت بقى تمسك آآ الواحدة. انت كان انت خدت الحصري معك. حصري مكمل يعني. اه. وهو يعني كان موجود في غيرت. اول التيم صغير يعني احنا. مكانش كبير. اه. 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 فالمجموعة الحالية يعني على المستوى الاداري. ايه طبعا بعيدا عن الجهاز الفني والطأم الاداري اللي في الجهاز الفني احنا. اه. على مستوى الادارة في اه في انا في محمد الحصري. وفي ماريام شاش احنا تلاتين. برضو كانت ماريام موجودة من من التيم بتاع نادر. ماريام كانت موجودة اه. 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 ونادر سابهم بطيب خاطر. اه. ما فيش مشكلة خالص. والعقد انتهى على فكرة. اه. اه. في ناس بت بتروج لفكرة انه خلاف او 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 غير كده. لا خالص. كان في عقد مدته ثلاث سنين العقد انتهى وبكل احترام. انا سألت نادر وقال لي انه هما سألوه. قال لهم لا بالعكس كم من لهم. طرفين علاقة انتهت بكل احترام يعني. وسألته على علاقته بيك. قال لي لا خلاص. طبعا. 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 يعني قال لي نزعلت بس انه يعني انه كم محتاجك في نادي الجونة. وشاف انك استعجلت يعني بس واضح انه انت برضو شاطر بتعرف تحسب حساباتك. لا لا ما ما انا 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 ونادر ما فيش مشكلة خالص بيننا يعني. اه. ما فيش اي مشاكل خالص. شاطر نادر? طبعا. 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 اه طبعا. طبعا. اه. لا وبقى له وبقى له في المجال سنين يعني انا مش انا اللي حقيمه يعني. لا معلش ما برضو. لا طبعا. 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 فيش كلام. وهو الحامل انضف الناس اللي هو هتحمل معهم بصراحة. طبعا. 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 يعني. يعني نظيف اليد ونظيف اللسان يعني من الشخصيات. طبعا. طبعا. طيب. طيب. اما روحت بقى الجونة غيرت الفكر? لا هو هو على فكرة نادي الجونة من 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 احسن الاندية في مصر كامكانيات. كبنية تحتية. كاستقرار مادي يعني عوامل نجاح موجودة. فهي بس يعني ما قدرش اقولنا انا غارت الفكر ان النادي كان بيدور بشكل اه مشكل كويس. ما قدرش اقولنا انا غارت الفكر. حاصر شاطر انا. حاصر شاطر جدا. وماريا مشاطرة جدا. مدير كورة ومدير نادي ولا اه الحصر اللي دلوقتي بقى دوره. حاصر مدير نادي. اه. وطبعا. يعني. بعد رحيل حسن غاني بقى له دور. اه. اللي هو المسمى عندنا مدير كورة يعني. اه. انت اللي اخترت الجهاز الفني. احكي لي بقى من قصة من اول قصة الجهاز الفني الدنيا مش تزال. لا الجهاز الفني اه. ولازم احي مجلس الادارة على القرار ده. انا جيت كان كان كابتن رضا موجود. كويس. وهم كانوا اغدين قرار اه. انه رضا حيبهم دير فني. اه. وده احسن قرار. احسن قرار. الادارة خدته. اه. يعني. يعني تحية وجبة لهم. على شجعتهم طبعا. كويس. وعلى وعلى ثقاتهم في 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 الرضا ومتهالي ان هو طبعا محادث الالقاب يعني. يعني ان هو يعني قد الثقة واكبر من الثقة كمان. ده صحيح. ده صحيح. وانا فخور اني بشتغل معاي وبتعامل معايا. اه. على فكرة يعني بيعجبني في حاجات ملاش علاقة بالكورة خالص. رضا زي. اه. اه. اولا شخص هادي جدا متزن جدا جدا. طول عمره. اه. 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 في حاجات بقى برا الكورة الناس ما بتاخدش بالها منه. يعني. حاجات احنا ما بنعتدهاش في الملعب عندنا الفرقة خسرانة. اه. ما تلاقيهاش بيعترض على الحكم. ما تلاقيهاش بي بي بزعق او ما تلاقيهاش مستصار يعني على الخط. اه. لو لو حتى لما الفرقة اللي قدامة لو اضعي وقت. لو العيب من عندنا مسلا اشتكى يقول له ما تتكلمش مع الحكم ما تتكلمش مع العيب. اه. ما فيش قصة ان اه. مسلا كاسبانين فان ضعي وقت. حاجات البسيطة دي. اه. اه. لا يعني. احناية سخيفة اه. اه. ادعاء الاصابة وتضيع الوقت. اه. طبعا نحيك بقى عن عن الجانب الفني اللي هو يعني. يعني متفوق فيه يعني تفوق. معجب انت بي. طبعا طبعا طبعا. يعني لما يعني شاب في السن ده عنده المقاومات دي كلها. بتقالي انه مشروع اه مدرب للمنتخب في يوم الايام يعني. خلينا نحسبق بقى في قصة شاب في السن ده. رضو ما كملش اربعين سنة. اربعين سنة. وانت ما كملش تلاتين سنة. اه. اه. وبتديره منظومة. وربنا يسر حال بس ان شاء الله يعني تستمر الامور زي ما كانت البداية الرقعة. ده بدينا امل انه بكرا ان شاء الله هنقدر ندي فرص للوجوه دي بقى. الاقي مدرب منتخب عنده اربعين سنة. ولاقي مدير منتخب عنده تلاتين سنة. يعني الدنيا تتغير. يعني هل دوارد يا يا حسين. انا شايف التوجه ده موجود في عدد من الانديا. شايفه موجود في في شايفه موجود في شايفه موجود في سيد عبدالنفيس. اه طبعا. وامير توفيق موجود. امير توفيق نعم. اه. يعني اكيد انا نتطرق لامير في. اكيد. طبعا. رحل الله حد يعني يستحق الشرك. اه. 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 فمت هيئ لي اه. الامور ما شفت جاه كويس. حققت ايه بقى من ساعة ممسكت منصب انت المدير الرياضي هو ده ده. 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 ده ده. المسمى الوظيفي. حضرتك ايه? اه اللي جاي ايه? لازم بس الناس تعرف يعني. بصحي كان طبعا انا جيت في وقت اللي هو الفترة الانتقالية لما بين الموسم والموسم كانت فترة دياء جدا كان بيحصل احلال وتجديد في الفرقة عدد كبير كان ماشي لان كان عندنا العيبة كتير اعراض. اه فالوقت كان دياء شوية ان يحصل يعني لونج تورم اه بلانينج للنادي. فيعني يا دوبك يعني ابتدينا يعني نشتغل على على الحتة دي دلوقتي. بس يعني طبعا انا جيت كان موسم حيبتدي خلال ايام يعني والعيبة بتمشي والعيبة بتيجي والميزانية والميزانية يعني ترتيب الميزانية والحاجات دي كلها. اه. بس هو هو بشكل عام الاسبورز داركتر شغلانته ان هو يحط التوجه بتاع النادي او من اول الفيجن الاستراتيجية بتاعت النادي. من اول فريق الاول للمراحل السنية بايرادة على مجلس العرب. بال بالبودت او. بنتبقى تحته. اه. ده ده دي المهام يعني للمدير الرياضي. اه. فحققنا ايه لا احنا احنا لسه في بداية الموسم. اه. مانقدرش قوني احنا حققنا حاجة لسه بس. اه وفي الاخر النادي مشروع استثماري. هل المشروع ده حسد ممكن ليكسب? أما دي النقطة اللي كنت هتطرق ليها هو الصعبة في المعادلة أنك تقدر تدخل فلوس وتحافظ على وجود الفريق في الدورة بشكل كويس وده متهالي اللي بنحاول نحقه أول سنة النادي دخل أرقام كبيرة من مبيعات اللعيبة سواء أول تربواليا يعني آخرت صبحي وفي نفس الوقت ماشيين كويس فهي دي المعادلة الصعبة أنك تبقى ماشي كويس وبتبيع اللعيبة وده الاتجاه العام عندنا في النادي إن إحنا في مصر هو الأندية في العالم كله مصادر الدخل معدودة ومعروفة المرشندايز اللي هو ما بيعد تاعة المنتجات النادي التيكتينج أو تذاكر الماتشات طبعاً الاتنين دول مش موجودين عندنا الرعاية والبس التريفزيوني عندنا طبعاً البيع الفردي ده بيصعب الموضوع جداً عكس البيع الجماعي زي في إنجلترا عن طريق الروابط فبالتالي بيبقى مصدر الدخل عندنا بالنسبة للأنديية اللي هي غير الأهلي والزمالك ما قدرش أعتمد قوي على الحقوق البس والحقوق الإعلانية لأنها حيك عارف مبالغ العيفاء ولعينا بالمقارنة بالأنديية التالية مقارنة بالسوق اللي فيه تضخم كبير جداً في أسعار اللعيبة فبالتالي يبقى الاعتمادك كلي على بيع اللعيبة وده اللي بتادينا نشتغل عليه دخلت كم من بيع اللعيبة حد بعد؟ طبعاً هو احترام النادي للأهلي وما طلبوا أن الأرقام في صفقة والتر لا أنا أتركش والتر بولياب كان يقول لك دخلت كم النادي؟ أنت بايت أكثر من العيبة نحن معنا اتنين والتر وخيرت صفقة دخلت كم بقى؟ يعني أنا بس احترام النادي للأهلي وما طلبوا ما نفسحش عن مقابل المادي يعني بس أرقام تليق بالنادي يعني يعني امتالي كان لها مردود كويس عند مجلس إدارة الناس بتايت تشوف أنه لا ده بروجيكت ممكن يدخل طبعاً هو البروجيكت عشان يدخل فلوس على المدى الطويل لازم القطاع النشئين يبقى بيرفرز بينتج العيبة للفريق الأول فالريبلايس من البتاع واحد زي والتر بوليا ده يبقى العيب طالع من قطاع النشئين كويس عشان يبقى بس انت جايبوا بترابل في لوس؟ والتر اه طبعاً مدفعاش فيه بس قصدي الموديل ده مش مش مستدين بالزبط كده بس عندك مشكلة يعني ملعبك وحشة بتاعت النشئين عشان أكون أمين معك هو أنا بنزيق هنا انت عارف عندنا ملعب النشئين هنا طبعاً طبعاً فالملعب وحشة مش عليك انت ولي اسماعيل ايه فمش قادرين يعني اسماعيل بلعب بلعب القناة بيبقى كويس صح حتى ملعب النادر الاهلي مش حلو ملعب زي ملك ترتام بتاعت النشئين ملعب اللي انا كنت بافتخر بها حتى في امبي ضغط واضح شديد يعني ما فيش ملعب نشئين غير ملعب أو اتنين كويسين يعني فهتطلع ازاي اللعب كويسين ده حقيقي هو بشكل عام الناس في مصر بتهتم بال بالفينشت بروضكت أو بالاند بروضكت اللي هو اللعيب الجاهز فبالتالي كله بيروح لشرة اللعيبة محدش بيروح لفرز اللعيبة بالتالي ان ده اللي كانت شغالة بالموضل ده زي ودي دجلة بحقيهم طبعا على التوجه ده يعني فده اللي هنشتق عليه ان شاء الله الفترة اللي جاي والترب والية وقصته قصة مهمة وخليني بقى يعني انا في القائمة معك لما كنت في قدارة المسابقات كنت متحفز كتير جدا في بعض الاسئلة عشان منصبك وحسيت المنصب لكن دلوقتي خلاص انت يعني انت حررت من كل ده اتهجمت انت كتير قوي انك ألترا الزمالكاوي وايت نايتس بتنط من على المدرجات والقصة والحدوتة الآن حسام الزناتي نجحته في اتحاد الكورة الناس قلت والله ده ده حد حيادي وشديد الاحترام فعملوا في الجونة لما جيه عرض من النادي الاهلي عشان يشتري والترب واليا او اهم العيب عندك او اهم المهاجم عندك كنت موجود في النادي الاهلي بتبيعه احكي لي العلاقة ازاي بتسير مع النادي الاهلي وهل قدرت ترد على كل الكلام اللي طلع عليك زمالك وعلى فكرة مش عيب انك تلقى مشجع زمالكاوي ومسؤول وانا مش عيب ان انا بقى اهلاوي واعلامي او مسؤول ما بتفرقش خالص المهم الحيادية في الحوار اتعملت ازاي رديت على ده ازاي وقصة والترب واليا مشت ازاي بص يا جبت شوبر انا ما عنديش حاجة اخب بيها تمام يعني والناس كتب بتفتكر ان انا بقول كده عشان انا في الاتحاد عشان انا بان حيادي انا انا قلت من اول يوم انا من يوم ما دخلت العمل يعني من يوم ما اشتغلت في المجال الرياضي وانا ماليش انتماءت انا عارف حاجة يعني عادة ابن النادي دي بتتقال على اللاعب في النادي انا بعتبر نفسي ابن النادي الجونة اه ولا بشجع اهلي ولا بشجع الزمالك انا انا يوم ما يعني حتى الفترة اللي почوتي فيها في الاتحاد ما مكنش ليا اي حتى الجونة ما يعني خلاص اه بس اه حتى لو ما كوتيش رجاعي ستن maintains الجونة ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك اه فقصة اهلاوي زمالكاوي انا ما هم ولا ولا بتشغلني خلص يعني كويس اه انا موجود في كامله انا بشتغل لمصلحة المكان حل اه هي هي العلاقة مع نادي الزمالكة، هي هي العلاقة مع نادي بيرامدز العيبة عندنا جات له فرصة بتتناسب مع التوجه العام في النادي التوجه الاستثماري تتناسب مع السياسة العامة اللي احنا بنقوله ان احنا العيبة اللي بتجيله فرصة كويسة بنساعده وده كان وعد ده أنا وعدت وولتر بولي قبل السيزن ما يبتدي هو كان الاهلي مكلمينه من فترة؟ الاهلي كلمونا قبل الويندو اللي كان قبل الموسم يعني الويندو اللي قفل ستة ديسمبر وانا ساعدتها جيبت وولتر وكلمت معنا وقلت له الوقت حساس ساعدنا انك تكمل معنا الشهر ده قلت له واحد وثلاثين ديسمبر هتبقى يعني برا الجونة والولد جدد وهو بيصق فيها جدا يعني جدد؟ جدد عقده زود سنة في عقده هو بيصق فيها جدا يعني هو جي مصر معايا من الاول يعني انت اجبته حكيلي جيبته ازاي؟ والتر بولي انا كنت في زنبيا في 2017 في بطولة كاس ام افريقيا تحت عشرين سنة بصفت؟ رحت اتفرج رحت اتفرج عن بطول بس كده؟ اه رحت اخم شغلك اه اللي هو الجيل بتاع كابت المعتمد جمال رمضان صبح هو ناصر ماهر رمضان ما كانش في البطولة كان مع الفريق الاول بس هو الجيل ده يعني البطولة كانت مقامة في زنبيا فيعني طبعا كنت محضر المتشاط وكان فيه وقت كتير اوي فاضي يعني اونا منك فكنت بقابل صحفيين بقابل ناس من البلد يعني فالدوري عندك اخباره ايه مين اللي عيبة كويسة فحد قال لي عندنا هداف الدوري جايب عشرين جون استغربت الرقم فرجعت الاوتيل حتى ابص عليه اتفرجت على الفيديو الاول اللي لقيته ملفت يعني فبطيت تابعه من ساعتها فلما سعدنا في ال لما سعدنا اول جيفت نارك يعني خزنت المعلومة وبطيتها تواصل مع الولد معه هو شخصية اه اه ومعلومة مفاجأة انا رشحته للاهلي في 2018 يا راجل اه كان ساعيتها كان ساعيتها فضل مدير التعقدات اه بس كان ريسك يعني هو كان ريسك كان برضو الاهلي بيحتاج اسمال طبعا بيحتاج العيب جاهز نعم فهو يعني ما بتحصلش كتير ان العيب بيجي من الدوري الزنبي على النادي الاهلي يعني طب اه وفضل على فكرة ساعيتها اهتمة جدا اهتمة جدا بس هو فاطرته في الاهلي ساعيتها ما ميشي ما كان ميش اه موضوع واقف واحنا كان اول سنة دينا في الدوري ممتاز كان السياسة العامة في التعقدات نحنا نجيب العيب الفري اه فتاني سنة لما السياسة تغيرت عندنا في النادي اه طرحت الاسم تاني وقلت هيخلص بالمبلغ ده وبتاني اشتغل تواصلت مع النادي هناك وتواصلت مع الولد وخلصتنا الموضوع اه كويس الاهلي اه تكلم انه انضمه قبل بداية الموسم فشلت الام مش فشلت تأجلت لا اه هي ما فشلتش انا انا طلبت من امير امير باتها انا كان الحوار بينك ومن امير اه بترتاح انت في التعامل مع امير امير من احسن الناس اللي انا قبلتها في المجال الرياضي اه اه مبروك للنادي الاهلي فعلا اه اه طبعا اه شخص متعلم نضيف اه مثقف اه مبدع اه اه طبعا طبعا اه مبروك للنادي الاهلي فعلا امير توفيق اه اه يعني انا بالنسبالي بشوف ان مهم جدا زي ما يبقى عندك لعيبة كويسة يبقى عندك اشخاص طبعا طبعا على المستوى الاداري طبعا امير كفاءة اه ان شاء الله اه ارغم انه مبروش كتير في مسالة التعاقدات موهوب اه موهوب اه موهوب وعنده قبول ومريح ومحلة ثقة اه بيتكلم لغات كل شر بتاعته هاي اه مزبوط اه شخصي لي بالنادي الاهلي يعني بدأ التفاوض خد وقت كتير اه مع الاهلي اه لا خالص بصحك انا انا الولد يعني احنا كنادي جونا كنا عايزين نساعده اه ان الولد ضده للنادي السان الفاتحة المتالي كان من اسباب ان النادي اه وفي نفس الوقت يعني ادخل يعني مبالغ كويسة للنادي اه وفرصة تليقي بي انا انا فخورا ان احنا النادي جونا حط العيب زي والتر بوليا في النادي الاهلي اه انا بقول الناس انا شايف الناس الان شوية ايه ايه اول ثلاث مطارات ما جابش جوان والتر بوليا هدف الدوري السنة دي اه هتكسر الدنيا عن الدي الاهلي تتكلم جد؟ اه انا بقول بكل ثقة اهو على الهوا ما عنديش واحد فيما يشك في في وانا بقول كده ثقة في شخصية الولد مش في امكانياته طبعا امكانياته دي انا اسيبها للناس انا مش مش مدرب يعني الناس ناس كدير تتكلم على امكانياته الفنية بس الولد شخصية اه توصل ملتزم 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 كابتن كابتن فريق مدل جدا ما تشوف العيب افريقي في بلد غير بلده بيتعامل بالطريقة دي مع اللعيبة بيقدر يفرض نفسه على الفرق يقدر يحسس الناس انه كابتن فريق صعبة جدا جدا يعني اه اه والتربواليا شخصية استثنائية يعني اه هيوصل هيوصل يعني راه بعيد بعد ما بدايته مع النادر اهلي وعدم التوفيق في المباراتين ثلاثة ما حصلش اتصال بينكم بينه لا بنتكلم على طول اه ما قالكش عندي باد لك ما قالكش حسن فيه ده انا انا باتكلم معه على طول بقوله ما تقلقش وما ما تستعجلش وهو الولد تاني من ثلاثي قوي جدا 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 فبالتالي هو هو حتى مش قدقان يعني اه هو بس اول جوني يجي و اه هو مبسوط في النادر اهلي اه مبسوط في النادر اهلي اه مبسوط في النادر اهلي عايزة اروح على ملف تاني بتجيلي رسالة كتير جدا هل بالفعل كما سمعنا يعني اه 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 انت جملت النادر اهلي في بواليا وانه كان عندك عرض بالنادر الزمالك اه 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 اقوى و اه اه رفضته وكان عندك عروض عربية ورفضتها وفضلت النادر اهلي عليها اولا بس عشان الموضوع ده نحسمه هو الفايصل في اي عرض هو رغبة اللاعب يعني النهاردة لو عندي عرض بعشرة مليون دولار من نادي في الصين والولد مش عايز يروح اه ايه اللي الالتزام على الولد انه يروح انا كنادي مقدرش اودي مكان هو مش اول حاجة ثانية حاجة هل يعقل ان كنادي جونا احنا بنتكلم على المشروع الاستثماري انه يجي لي عرض اعلى من نادي تاني واخسر فلوس عشان اجامل حد طبعا ايه المقابل يعني طبعا اه كلام ليس له اي اساس من الصحة خالص يعني اه معرفش يمكن اتروج اه في وقت معاين لتهدئة الرأي العام في حتة معاينة اه بس طبعا كلام اه ابعد ما يكون عن الصحة يعني اه العرض بتاع الاهلي كان انسب عرض للنادي واللاعب احنا احنا انسب عرض مادي كمان اه طبعا 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 اه يعني هو كان اكبر عرض مصري كان اكبر عرض مصري طبعا اه مش عرض اقرب منه اه اه بس حد بس النازل ما يتكلموكم اه حد من النادي زي ماك تواصل بس العرض كان اقل من من عرض الاهلي يعني بعتولك عرض رسمي او لا 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 شافوي كلام كان شافوي والمبلغ كان اقل طبعا من عرض الاهلي بمبلغ يعني بمبلغ رقم كبير يعني اه هتحفظ طبعا الارقام بس الفرق كان كبير الزمالك كان عايز يدخل العيبة في اه يعني فلوس ولا عيبة بالزبط اه لا عرض الاهلي طبعا كان اعلى عرض يعني هل كان هناك عروض خالجية او التراج التونسي زي من البعض روج ولا كله ده ما كانش موجود اه كان فيه اه تراج التونسي كان مهتم من قبل ما انا اجي النادي اه بالمناسبة يعني بس العرض برضو كان اه حاك عارف الوضع في 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 تونس السوق هناك اختلف شوية مبقوش يتفعل ارقام ده صحيح اه 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 فالعرض كان مش عايز اقول ده عيف يعني طبعا الارقام كلها فوق المليون دولار يعني بس اه يعني لا بعيد شوية عن القيمة اللي كانت متحددة للوالتر يعني اه كان فيه عروض خالجية كان فيه اه السعودية على وجه التحديد يعني اه تلات عروض يمكن اه تلات عروض من السعودية اه 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 تواصل مباشر تواصل مباشر في ناديين مع مع رئيس النادي اه والنادي التالت من خلال الوسيط نعم بس برضو كانوا اضعف من عرض الاهلي برضو اه يعني الاهلي كان هو الاعلى عربيا افريقيا محليا طبعا وبالتالي فاس بولتر بولتر وانا نصحت الولد والولد بيصق فيه وسألني يعني اه اه قلت له ما بين الاهلي اه والخليج طبعا الاهلي ما تفكرش مرتين يعني اه قال لي وانا مقتنع اه رغم الولد الفلوس اللي كان هيخدها في الخليج اه كانت اعلى هو كان هيخد اعلى كفلوس هو لي هو كشخص اه لكن النادي كان اهلي اه بس في كل احوال ما كانش ده الدافع يعني انا كتب انصحه اه نصيحة يعني نصيحة عمل يعني نعم اه قلت له النادي الاهلي ما تفكرش اوقع كم سنة في الاهلي اه اه اربع سنين اه انتهاء لي حسب ما ما اصلا الالاقة الناس السنة دي يعني اربع ونص لا الالاقة لما بين اللعيب والنادي هم طبعا مش مش عايز يعني اقول التفاصيل على سنة بس الاعلنوا على الصفحة عندهم اربع سنين اه تمام خليني ارجع لك تاني في ازمة عنيفة حصلت لك وانت بتدير اه اه لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكلة القدم قصة انسحاب الزمالك من بطولة الدور العام امر مسهل الزمالك بيلعب قدام اهلي الزمالك ما بيروحش ازاي تعملت مع هزا الملف الصعب والله كبتل ما ما كانش فيه اي صعوبة انا الموضوع زي ما حك كنت بتتكلم قبل ما انا اخش هوا اي لايحة واحد زياد واحد بيساوي اتنين الفريق المساحي بيخصن منه تلات نقاط ويعتبر مهزونا بنتيجة كذا كذا وخبص 24 فبراير زمالك ما راحش اتطبقت اللايحة وطبعا اتقال كلام كتير جدا مش هتطبقوها وهتطبقوها اللايحة اتطبقت بالنص اه كان فيه لغة شوية اه عشان نص المادة الصياغة بتاعته مش صعب شوية اه بس النص اتطبق كما هو كما هو زي ما اتطبق على فكرة النص ده بيتطبق كتير الناس بس تاخدش باله عشان بيتطبق في الدرجة التانية ودرجة التالتة بس اه طبقنا المادة النص المادة زي ما هو الموضوع بالنسبالي ما كانش يعني ده ما شفتش انه كان مشكلة بالنسبالي يعني عمر الجناني اتدخل اطلاقا هو اتدخل اه ان المطش يقام في معادة انه انه المطش يقام في معادة اه وحافظ على النصق اللي اتفقنا عليه من اول اليوم التاجيرات بتحصل في حال حدوث واحد اثنين ثلاثة ما حصلتش خلاص ما كانش في اي داعي او مبرر يعني عمر لا اتدخل في موضوع السوبر ولا اتدخل في موضوع انتصحاب الزمالك ولا كان ليه اي دخل في مثل هذه القرارة عمر الجناني مع حبز الالقاب لم يتدخل في اي حاجة خالص في عمل المسابقات خالص 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 يعني اي تدخل كان بيتدخله كان دعمه مساندة بس بس خالص 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 كنت بتلع يعني بتشغل باستقلالية تمة تمة يعني جدول الدوري كانوا بيتفاجئوا به زي يوم زي اه اه حتى جدول الدوري اه حتى جدول الدوري اه اه زي زي المتابع العادي يعني يعني اعتقد حسان بيرد على اسئلة كثيرة جدا في ازهان الناس والتهمات طالت كثير من الشرفاء وحسان الزناتي اه يعني ملوش مصلحة عند حد ملوش مصلحة غير ان يوضح بالصح صح كده؟ اه اه فكرة انا يعني انا لا تجمعني اي مسلا علاقة عمل حاليا با ولا فضل ولا شوز عمر ولا احمد عبدالله خالص بس انا لا علاقة طيبة جدا بس اقصد ما فيش بنا حاجة تخليني مسلا احابي لحد او يعني انا بقولش الناس دي انا مفيش يوم حد تدخل في شغلي صراحة و لو تدخلو كنت هتمشي؟ كنت هتمشي كنت هتمشي اه اه وده كان انت فأي من اول يوم لو تعاملت ربطة يبقى احسن لك كمدير ادارة مسابقات؟ اه طبعا اسهل كتير اه طبعا طب ليه برأيك اتحاد الكرة مش هزي اعمل ربط اه وليه برأيك ان عمر الجناني كان مصمم ان اعمل ربط مو ده التحاد لا ده احد ده اتحاد شل الته في التانية ملكش ده عوانة بالباقي ده خليك معايا هو كمصمم ده إن ده الوضع الطبيعي في دوق العالم كلها يعني ومتالي ده كان في المرسلات مع الفيفا كان ضمن تعديلات اللايحة إن لازم يبقى فيه بند ملزم لإقامة الربط فهم سعوا لدي واشتغلوا عليها ومتالي بمباركة الأندية الأندية كلها دعية يعني الاجتماعات لمناقشة اللايحة قبل قبل إقرارها وقبل إرسالة تعديلات للفيفا وكان بند الرابطة ده من أكتر البنود اللي بتصار في الاجتماعات ده من وانا في أولا حضانة بس ما كانش عندنا حضانة في طنطة كان عندي أولا ابتداء خلو روح لفاصل وانا رجع تاني لجنة الحكام أعلنت تاقم تحكيم مباراة الأهل والمقالون العرب محمود ناجي هاني العراقي أسام السيد محمد عبد الحفيز والفيديو جهاد جريشا والمساعد حسني سلطة الجنة والبداية والهزيمة الأولى أمام الزمالك لكنه ما شاء الله الشكل بالنسبة للفريق كويس المركز الثالث تمام متشاط 13 بنت بقى زيك فيراميدز يمكن سيراميكا لعب سبع متشاط عند 12 بنت المصري بقى 11 بنت شايف انه البداية دي ممكن تديلك قوة لحد نهاية الدور العام ها طبعا احنا من أول الموسم بنتكلم في أهم فترة هي أول فترة لو لميت نقط بتستريح يعني المتالي ده اللي عانى منه الفريق السنة اللي فاتت انه أول متشاط بتالي الفرعة كانت سبع نقط في أول تمام متشاط فبالتالي فضلت المعاناة انا بيحط ضغط نفسي على العيبة فكوننا مركزين جدا في الحتة دي نتكلم مع العيبة والعيبة بتتكلم يعني وكبات الفرعة انه لازم تطلع على الاولانية دي نلمي فيها أكبر عدد من النقط والولاد كان على قدر المسؤوليات الصراحة وانا بهتم بالشكل ورده طبعا اكتر من النتائج راضي عن الماتش بتاع الجونة والزمالك؟ راضي عنه طبعا بتلاعي فريق كبير بتاعي احسائيات الماتش الكورة معانا معظم الماتش سيناريو ما خدمناش قوي جونة اقل عشر دقايق هو باشيكو ليه طريقة لعب معينة يعني هو بيجيب جونة وبعدين بيحافظ بيحرش شوية ما قدرناش نخلق فرص كتير بستالي فرقة شكلها كويس انت بتناطح الزمالك بتناطح الاقلي انت موجود في الحتة اللي فوق شكلها كويس في الملعب وده واحد مركز كم تخلصت بأراضي؟ انا محبش بنحط اللعيبة تحت الضغط لان لا انت من جواك يعني لا بصي بصنا كنت انه برر الاربع الاوائل اه وخلاص كله ببقى شرح بعضه يعني ما بقى المركز النابين لا بس انا ما تخلص سادس ولا خامس ولا السادس برضو كويس يعني طبعا يعني ييرون يير او يعني مقارنة بالسانة اللي فاتت اي يعني انت اول سانة كنت اه 14 سانة اول سانة 15 اللي بعدها 14 طبعا لو دخلت في الطوب تاني حاجة كويسة بس انا شايف ان احنا عندها الامكانيات عندها امكانيات قل لي عندك لعيب تاني جبته من زنبيا مش كده ادريس مبومبو اه مبومبو اه احكيت زنبي معك اه لا الولاد ده كان طالع وكونجولي برضو زي والتر برضو والتر عفكرة كونجولي الناس بتطلقه بعض عشان اسمه بولي يقوله زنبي لا والتر كونجولي كونجولي اه ادريس كان طالع مع والتر في نفس الجيل يعني اه بس كان سابق شوية كان بيحترف ويرجع يحترف ويرجع انا كنت مركز معاه من قبل والتر كمان يعني بتاني نفكر في البديل بتاع والتر كنت شايف انه احسن ايه عنده مقاومات المهاجم اللي انجح في الدوري المصري يعني الجنب بتاعه عالي قوي سريع اه سؤالين مهمين بالنسبة للجونة بطريقة بيع والتر بوليا لو جو مسان جويمين اللي عمل موسم هايل ومسان اللي فاتت كمان لو جالك اروض لي حد بيار مش دلوقتي مش دلوقتي اه عنده كم سنة جنوات من اه 29 سنة صغير يعني اه 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 بس لا غنى عنه طبعا لا غنى عنه طبعا 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 فانت النهاردة اللعيب بيتارد عليه حتى لو ناشئ بس معروض عليه في حتة واحد ونصف وفي حتة اثنين وفي حتة ثلاثة فأناس امتوا بتتحدد فما فيش عيق وكل واحد انت انت كإدارة اللي بتقيم هل المبلغ اللي بتدفعه ده بتلاقيه في الملعب ولا لا فانت بتحط في رايان رقم بس عارف انه هيرجعلك الاعراض طبعا مرضوط فني فقط لغيرها فهي بترجع لو قال لي ما كانش طلبهم كنت عتبقى سعيدة ان هما يمدوا عندك اه طبعا الاتنين لعيبة كبار اكرم مش هما بس يعني المجموع كلها اللي كانت عندان طبعيان مهاجم اه ما ينقذ جدا جدا يعني اكرم طبعا اكرم برضو تاني زي والترباليا الراهان في اكرم على الشخصية مش على الامكانيات خد الإجابات سريعة وترد عليها بسرعة جدا جدا اه خلافة النجم في قيمة وشغرة حسام غالي بتحطيني تحت ضغط عصب كبير اه لا انا انا يشرفني ان انا بقى موجود في مكان حسام غالي كان موجود فيه بس انا انا مش في مكان ومش مش 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 مدير كورة اه مدير رياضي السؤال ده بلازم تجاب عليه بمنتهى الامانة في يوم الايام النادي الاهلي قال لك اه تعالى مدير شركة كورة القدر تحت امر ان دي له طبعا والله طبعا طبعا اه توافق اه وافق طبعا مش هتقلق من قصة اهلي وزمالك لا لا من ايه اه طبعا لو العرض ده جالك من نادي الزمالي طبعا برضو طبعا اه بس طبعا يعني حسب الوضع يعني اي تجربة بغض نظر عن الاسم اي تجربة لازم تقيم في ضوء الظروف يعني نعم طبعا هو سؤال مطاط شوية بس يعني كفكرة طبعا شرف يعني سواء هنا او هنا قرار الغاء مسابقات النشئين والشباب في صالح الاندية ولا انتحار لمقات اللاعبين اولا القرار الدافع ورائي لو هي الكورونا وما الى ذلك اه اه يمكن اتخلي الحوار ماشي كويس كورونا مش هزلنا اصدر في اخر الحوار يا عم حساب احب لو كورونا ما انا موافقك وانا الغي الكورة كلها مش مش ده بس يعني هي يعني متقيمة انه المسابقات دي الاستثماريا ما هيش مش مش هتسبب ازمة لو تلغط فلو القرار طبي انا مقدرش اتكلم بس طبعا ليس طبية ليس طبية لا طبعا المسابقات تكمل الوضع الطبيعي يعني مش اه لو تعرض عليك العودة الاتحاد المصري في منصب تاني هتوافق او اللي هترفض لا انا الاتحاد المصري كانت فترة بالنسبالي اه كان عندي دوافع معينة كان عندي طنوعات نعم المتالي ان انا فرقت الطاقة اللي كانت موجودة او الديت اللي اقدر اديه اه انا بقول انها كانت مرحلة انا استفدت اه اتمنى اكون فت اه بس اعتقد في الوقت الحالي مليش دور يعني العرض المالي بتاع الجنة افضل من اللي كنت تاخده في الاتحاد اه اه انا في الاتحاد انا كنت رافض ااخد فلوس حيك عارف انا عارف كنت العرف اه اه بس اه بس المضام مختلف يعني لا المستوى المعيشة في الجنة مختلف شوية مختلف نورتني وشرفتني وباشكولك شكر ربنا خرجت شغيلة 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 وبسعد دايما بالتواجد مع حضرتك انا اتمنى لك دايما التوفير ومستنيك في حاجات تانية كتير شاء الله شاء الله شاء الله